بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبائي طلاب وطلبات الثانوية العامة أهلا بكم أحباب الطلاب وحشيني يا أبطال وحشني الدردشة معاكو بعيدا عن الدروس والشرح النهاردة عايزة أبعد شوية عن الجو ده واخرج من جو الشرح والدروس والحل لكلام مهم جدا أهم من الشرح ومن الدروس ومن الحل إيه اللي أهم من الشرح والدروس الأهم هو العامل النفسي ودوره في النجاح والتفاوق طلبة كتير الأيام دي قبل الامتحانات كل ما يقرب الامتحان بقى وألاقي طلبة كتير الأيام دي تتصل بيها وتقول لي يا أستاذ أنا خايف أعمل إيه أنا متوتر جدا والتوتر والقلق مش بخليني عارفة ذكر معقول يا أستاذ معاتش فاضل إلا أيام قليلة وخش امتحان ثانوية عامة معقول يا أستاذ حالة لما الطالب بيقول لي كده أنا بجرجره بقى في الكلام زي ما جرجرجرجك دوقتي معايا في الكلام فرد عليك كده زي ما الطالب بيرد عليك أنا دا بكلمك في التليفون يعني أنت خايف طيب خايف من إيه يا أستاذ خايف من إيه خايف من الامتحان ثانوية عامة طيب خايف ليه خايف ليه من الامتحان خايف ليه من الامتحان يا أستاذ خايف أيوة خايف ليه من الامتحان يعني ما تقول قول كلم كلم تحدث أعلن مخاوفك وهو دي أول طريق للسيطرة على الخوف أن تعلن هذين مخاوف المخاوف ديت ممكن تعلنها شافوي? الاستاذ في التليفون لحد بترتاح له في التليفون قول انا خايف من ايه? على فكرة مش مهم الطرف اللي بيسمعك يقدم لك حل كونك اعلنت مخاوفك ده الى حد كبير زي ما بيقول علماء النفس بيقلص من حجم الخوف شوي. دي حقيقة. مش عايز تعلنها شافوي اكتبها. يعني قول انت الوقت مثلا ممكن تمسك وراء ولا انا بتقول انا خايف انت خايف من ايه? ها? خايف من ايه? خايف انسى يا استاذ. يعني طالبة ما كتلك جدا يقول لك ايه? انا خايف انسى كل المواد. انا بحس بانسى ان انا بانسى كل حاجة. طيب وخايف من ايه كمان? خايف اه مثلا اه خايف ما جيبش مجموع استاذ. خايف يجيني سؤال صعب ما عرفش حلو. اه خايف ما خدش الشكلية اللي انا عايزها. ها? كمان قول كمان كمل ها? خايف ازعل بابا وماما. كل ما هي دي ما خايف كل الطلاب خايفة من الكلام ده. مش كلام ايوه فعلا يمثل نقطة فارقة. فانت بالنسبة لك كن ان هو يمثل نقطة فارقة وتحديد مصير وتحديد مستقبل. فده اللي مخاوفك من الامتحان. فاللي مش اللي مخاوفك الامتحان ما انت دخلت الامتحانات قبل كده كتير. مكنت اه كنت متخاف شوية مش عارب ايه بس مش بحاجم الخوف بتاع السنوع عام. والحياة اللي بيزود من المخاوف ديت فاذا الاول قبل ما اقولك الاسباب معلش. اذا انت عرفت ايه مخاوفك? كتبتها? فتدوين المخاوف واعلانها بيساعد كتير جدا على تحديد المشكلة. لان طول ما انت ما بتتكلمش في المخاوف ديت وسيبها وخلاص. وعمل المخاوف دي تظهر عليك في صورة قلق. توطر. قلة تنوم. زيادة نوم. ما هو ممكن انت طول ما انت ما بتقولش مخاوفك هبسط لها تتقال بس بطريقة تانية. بدل لسان الحق. لسان المقالة تتقال بلسان الحق. يعني ممكن طالب بيقولك انا مش خايف ولا حاجة فيش حاجة. بس المشكلة انه ساكن. طالب ساكن. بس ايه بقى? مش حارف ينام. اه? او بينام كتير. وده العكس طبعا بتقولك اه عندك حاجة. فعلا الطالب ساعد كتير اهل ما بيفتح الكتاب بيفتح بقه يتاوب. ده نوع من انواع على فكرة التوتر على فكرة. هو مش كسلان ولا حاجة. ده هو نوع من الهروب. لان هو من جواه حاس مش عامل حاجة. او حاس نوع يائس محبط. فلزلك تبصت لهم يبص في الكتاب شوية. ما هو عقله الباطن بيقوله خلاص انت بتعمل ايه بقى? مهما حاولت ومهما عملت. هو بقى في الكتاب نايم. في الناس بتنام بالسبعتاش والتمنتاشة الساعة بتنام كتير جدا يا جماعة. فده نوع من انواع التوتر والقلق. لو التوتر والقلق قالوا والدنيا تزبطت هتلاقي انهم يتزبط معها. فبتبع عكسيا. وساعات التوتر بيزهر في سورة كمان التوتر والقلق ده بيزهر عليك في سورة الاكل. الاكل الشرن. بتلاقي طلبة كتير يعني بتاكل كتير جدا واخد بالك بيطلع عامل في اي حاجة يكون معادي ياكل وخلاص ما بينش اي حاجة. يعني من عكس. ما بيكونش حاجة خالص. وبص لقى ايه بقى رفع كده وبقى الدنيا بازت معاه وفكر نفسه بقى ان هو ايه اه طوله كل ما يرفع كل ما يجيب مجموعة اكتر. يعني ايه العلاقة ما بين عدم الاكل وانك انت بقى مطحون بقى بتعمل. فده ده برضو خلط. ما هو ده بسبب التوتر والقلق. فاذا التوتر والقلق وان لم تعلنوا في صورة كلام هيعلنوا في صورة قلة نوم او زيادة نوم هيعلنوا في صورة قلة اكل او زيادة اكل. كمان بصنا يوم التوتر والقلق اظهر عليك في صورة بقى ايه اه عصبية. تبصت لك انت عاصب جدا اقل كلمة في البيت تعمل خناقة الدنيا كلها مجدودة ما هو ماما ببابا برضو متوتلين وفيه قلق. وزا كان يعني فيه نوع من الامال الكبيرة كل ما كانت الامال كبيرة وكل ما كان الفرصة تحس ان هي فرصة واحدة فبصت لقي الدنيا كلها بتتشدق اكتر واكتر. فانت مفيش حدا علا في نستوعبك بقى. باباك وماما بيحبوك جدا وخايفين عليك وطبعا اه الكلام ده بيزود الالق. فانا بقول عند بعض اولياء الامور فيها اولياء امور كتير جدا طبعا ناس خبرة وناس اذكية جدا ومتصوا التوتر والالق ده لكن انا بتكلم يعني عن ايه عن الحال السائد يعني عند معظم البيوت في مصر في حال السانوية عامة بالذات يعني. فلذلك التوتر والالق ده تبصت لا ينعكس في صورة خناقات في البيت في صورة شدة في صورة بتاع واحد يقول لك لا والله استاذ ده هم موفرين لكل الهدوء والاطمئنان والامان والله ما حد يتكلم معي خالص. ايوما فيه الالق صامت. ما هو انا عارف ان هم موفرين لك الهدوء والامان ويشكروا والله العظيم هم يشكرهم والناس يعني دولت امك دولت لو عطتهم حياتك توفف جميلهم عمرك ما هتوفف جميلهم مصد. هم عايزينك تنجح بس وتجيب مجموع كبير ومش عايزين اكتر من كده هو ده وفاء الجميل بتاعك. المهم ان الالق سواء صامت او الق متحرج بيظهر في صورة افعال وبيظهر في صورة اقوال لازم احنا نبقى راصدين ونبقى مخلين بالنا اه حجم الالق ده ايه. هو فيه الق طبعا طبيعي زي ما انا هعرفك ان فيه نوعين من الالق بس قديني قلتلك هو تحارة الالق اللي بتبقى موجودة اللي بتظهر في صورة النوم او صورة الاكل او صورة التوتر او صورة عدم المساكرة بقى. يبقى فيه التوتر بيوصل لدرجة نانية مش عارف هزكز. بنسى. مش عارف كل ما احفز حاجة تتنزل كل ما احفز حاجة تتنزل. ايوم هو من التوتر والالق. طب ليه? ليه كل ده جمعة? هو السؤال بقى اللي هنقف قصاده بقى بالله عليك ليه? ليه كل هذا الكم من التوتر والالق? عشان ما احنا اقول له يا استاذ عن شان ده امتحان مهم بتحديد مصير وعلى اساسه كل حاجة في حياتي هتتوقف. مين قال كده? الاول كده بالله عليك وحط امتحان سنوعة عامة ده في حجمه عشان ما نكبرش الموضوع ونفضل نضرب الحاجة في عشرة وفي مية وفي الف لغات ما الحاجة تبقى اكبر مننا جدا وتكننا. مين قال ان تحديد المصير بتاعك في سنوعة عامة? اي نعم انا لا انكر اهميت هذي الفتر. لكن انا ببص نظرة شوية اطلع بس شوية معلش خدني على قد عقلي بس كلمتين كده. مين قال ان مصيرك كله في سنوعة عامة بس? اول مصيرك كله بكدر بنا سبحانه وتعالى. ثانيا الكلية اللي انت مصر تخش عليها وتشبس تخشها ديت مش هتخشها لها باذن الله سبحانه وتعالى. بص مهما عملت ومهما خدت بالاسباب ومهما لو الله عملت ايه? وربنا مش رايد مش هتخشها. ولو ربنا رايد وانت ربنا يسطر لك الاسباب وهتخش وهتبصت لك تمشي فيها ان شاء الله. بس المهم تعرف النقطة دي الاول. اولا سنوعة عامة يا جماعة مش يالي بتحدد مصير البني عدم. لان الحياة اوسع من سنوعة عامة. واقول لكم جملة مهم اوي يا مناس فشلت في سنوعة عامة ونكعت في حياتها جدا جدا. وبقوا مشهير وبقوا اه اغنية وبقوا لهم كلمة في البلد. انا بقولها عشان بس من ايه? من 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 ما نفكرش ان هي فرصة واحدة بس. لأ الفرص كتير والنجاح كتير وان الله واسع عليه يا شباب. فاذن يا جماعة سنوعة عامة مش هي الوحيدة سبب نجاحك في الحياة. في حاجات كتيرة ممكن تسبب لنجاحك في الحياة غير سنوعة عامة. النظرة دي سنوية عامة بتخليك تسيطر عليها وبتخليك تخش الكلية اللي انت عايزك. لكن كونك تسبس دماغك. انك لو ما دخلش الكلية دي. ولو ما حاجتش الحلم ده. يبقى الدنيا وقفت وبازت وانهارت. يبقى انت كده بتحكم على نفسك من الديار من البداية. لانت مش ضامن تخشها. مفيش حد ضامن يعمل حاجة جماعة. يعني اي حد في الدنيا بيعمل حاجة بيعمل مشروع بيخطط له باي حد في الدنيا. مش ضامن النهاية ولا ضامن النتيجة. والله ما حد ضامن. يعني انت لو لو واحد ركب طيارة من هنا لامريكا هو مش ضامن يوصل. هو ركب الطيارة. بس ضامن يوصل الله اعلم بقى. ممكن مية حاجة تحصل في الجو. صح ولا لأ? فلذلك يا شباب انك انت تصر وتتشبس وتتخيل اذا نهار هذا الهدف تنهرك الحياة دي نظرة خاطئة للغاية ودي نظرة مختزلة للحياة. الحياة مش كده ربنا اوسع من كده بكتير والحياة واسعة من كده بكتير. ان الله واسع عليم. دي نظرة مهمة جدا عشان نقلص شوية من حجم سنوعة عامة. واقول لك تاني ها? يا ما ناس نجحت في سنوعة عامة وفشلت في حياته. ويا ما ناس فشلت في سنوعة عامة ونجحت في حياته. دي مش دعوة للفشل في سنوعة عامة. لأ اه دي دعوة لوضع الامور في نصابها. طيب. اه كمان عايزك تعرف اه ان من ضمن اسباب القلق دي عشان تطمعوا العلاج بيجي من عارفة الاسباب. من ضمن اسباب القلق دي بجد اه اللي حواليك شوي. يعني تبص تلاقي مسلا اه ممكن بعد اقول لها الامور يقولوا لابنهم احنا حطين املنا كله فيك. يا نهارة بيدها الكلمة دي يا جماعة. كلمة دي صعبة اوي عالطلاب. بالله عليكم رسالة لكل ولية امر. بلاش كلمة دي للطلاب. انا عارف مدى تأثير الكلمة دي خصوصا الطلاب اللي عندهم يعني حاسين يعني الطلاب اللي هم عندهم بيختزنوا الكلام ده وبيبقى اه الجميل عالي اوي وهو نفسه يوقفي لابوه امه اي حاجة تفرحهم. فالكلمة دي لما بتتقالن ابوه الامه فاكرنا نوع من انواع الشحن. هي مش شحنه خالص يا جماعة. بالعكس ده هي نوع من انواع التفجير. ليه? لانه بيحدس جوا الطالب نوع من المسئولية الكبيرة قوي على دماغه. فجمعة سبول الله. يعني الطالب يقولك انتو بتقولوا املنا فيك كبير. يا ناس انتو مايفرض بقى انا ما حاجدش الامل ده بقى. ايفرض بقى يبقى شكلي ايه بقى قدامهم بقى. فبلاش الكلمة دي يا جماعة. وبلاش تحميل الطالب فقطه. احنا نقوله الطالب كلمة غير دي. نقوله اعمل اللي عليك والبقى على ربنا. فعلا هو صح اعمل اللي عليك بس اعمل عليك زي كما ما تأثرش حل كتير اه ما تضيعش وقت. اه اه ده نقولهوله اه. لكن لكن نقوله املنا فيك كبير وانت الامل والمنا والدنيا والاحلاح. لا. لا خالص طالب كده الطالب اصغر من ان احنا نحملوا كل هذه المسئولية خصوصا الطلاب بقولكو اللي عندهم نوع من الضمير وعندهم نوع من المسئولية. كمان من ضمن اسباب القلق اللي اللي تخلي بالنا منها عشان نتجنبها او بمعنى اصح نحقول ان كان حتى لو اتعرضنا ليه نبقى عارفين يعني سبك الكلام ده غلط يعني المدرسين. بعد المدرسين الاسف الشديد بفضلوا يشحنوا الطلاب بقولهم ده الامتحان عييك صعب ده انتو حتشوفه ايام سودا ده انتو ده انتو مش عارفنا موزك ده الوزير الفلاني قال مش عارف ايه ده المسئول الفلاني فيه مدرسين بتغيب اغاوية كده غاوية التسخين ده وغاية بقى ايه النوع من انواع المساد ده بقى ايه يعني يسخنوا في الناس ويتعيبوا في الطلاب يعني فيه والله مدرسين غاويين كده يفضل يعزب الطالب بهذا الكلام وفاكر ان هو لما يعزبوا كده بالكلام ده انه الكلام ده بقى هيشحز الطالب واول ما يسمع بقى ان الامتحانات جاية صعبة وان هو مش عارف ايه فالطالب هيروح بقى يخافوا يذاكر يا ما الكلام ده بيجيبوا الاصر العكس عند الطلاب يفضل تقول امتحان صعب امتحان ازا كنت انت استاذ المادة وبتقول لي الامتحان صعب ازا كنت انت القائد بتاعي وبتقول لي ان المهمة صعبة جدا ومش عارف ايه 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 المهمة صعبة ها بس انت كقائد بتاعي بتعتش تقول لي المهمة صعبة قعد يقول لي ده ان شاء الله ربنا يسهل تخافوش اولاد انا مش بضحك عليك بس بقول لك فعلا ما لا اشي اعمل اللي عليك يلا نحل نضيع الوقت بدل ما تقولوا الامتحان صعب احل ما امتحانك كتير فدي برضو رسالة لا اخوان الاسد زي ارجوك يا جماعة ما تقولوش للطلاب تقعدوا تقولولهم الامتحان صعب والاخيره وقعد فكروا ان الكلام ده بياشحز الطلاب الكلام ده يا جماعة بيوتر الطلاب جدا فانتبئوا لهذا الكلام برضو من ضمن اسباب القلق بقى اللي بتزود القلق وفي الفترة دي بالذات بقى تلاقي الطلاب ساكن وهدئ كده وربنا هدئ وتلاقي مسلا بابا وماما اي حد جاي من برة جاي معاك جورنان الجورنان ده فيه بعد التمرين قول له خد هدئتك الايام ده ايه مش باكو شكولاتة بقى ولا طرطة ولا هدئتك الايام اي حد عايز يهديك الايام ده ايه بقى في طلاب سنوة عاما بنت حانات دخلك بحاجة من السوق ويعمل السوق مليان بقى اه مش عارف المراجعة عنها ايه مش عارف كتاب الايه في المراجعة النقيية كتاب ميت حاجة انت روطة عندك بتاعد الجرائد هتلاقي كل الحاجة اللي محطوطة عنده اصلا بتاعد سنوات عاما في المراجعة فهتلاقي كل واحد عايز يهديك هدية هو جاي يجيب لك الهدية الجميلة الميمونة بقى اللي يقول لك ايه خد الهدية تلاقي المكتب بتاعد الطلاب بقى ايه عارف يتكدس بالاوراق من جميع انواع الجرائد والكتب والمجلات ده غير بقى كمان اللي بيتجابل على الانترنت طبعا انت عارف دوقتي بقى الانترنت يا دوبك انت خش بقى وجوجل ويبحث بقى وتلاقي وليق امور كده فاضية شوية ويقعب بقى ويجيب له الطالب كل ما لزة وطب من على الانترنت فانت خيال حجم اللي ممكن يتطبع من على الانترنت ايه فالكارتون اللي بيقول لك واستاذ انا مبرتحشي الا لما بجيب المذكرات اللي على الانترنت كلها وزاكرها في الناص طبعا انت خيال بقى كم هدي الفوضى هدي الفوضى دي فوضى معلوماتية جماعة اللي بيحصل ده بقى الطالب يمسك المنظر ده اصلا منظر متعب جدا عارف زي ما يكون موظف وحوالي مليون ملف ولازم يعملهم فتاة منظر محبط طب الحاجات بقى اللي بتزود القلق ان يمسك المصادر دي معظمها بقى مصادر غير مسئولة مصادر من الاخر كده يا جماعة يعني هو منزل شوية اسئلة في موسم عشان يلملوا قرشين الاسئلة دي ايه بقى هي الاسئلة اللي بيعرضها بقى له خمس سنين ست سنين هي اياها بيروح يصورها ويشيف بس اللي اتحزف من منج وحط حاجة بداله بس وده معظم الجرائد بتعمل كده بقى وتلاقي الطالب يلاقي اسئلة مش موجودة في الكتاب يقولاب به بنلاقي عليك ونتابعوا لهذا الامر يلاقي اسئلة مش موجودة اصلا او اسئلة بقى ايه واحب يعارف اقع عبقارينه وعمال بقى يعمل يلف السؤال يمين وشمال بقى علشان يجيب يجيب التايهة بقى في السؤال فتلاقي الطالب يقول السؤال ايه ده ايه الاسئلة انا بذكر طول السنة عمري ما شفت الاسئلة الغريبة دي لأ الاشد بقى يعني الاكسر حزنا بقى الطالبي يلاقيه امتى لما يبص على الاجابة يبص على الاجابة يلاقي اجابة عمره ما شافها يعني السؤال عمره ما شافه والاجابة كمان عمره ما شافها فيبدأ بقى يقول لك انا رسود انا عمل اذاكر طول السنة وفي الاخر الاقي اسئلة لا انا عارف ان السؤال عايز ايه? ولا انا الاجابة شفتها قبل كده? طبعا الكلام ده بيعمل بقى بيعمل مصيبة مصيبة عند الطلاب في في الايام ديت عشان طبعا بيزاكر من مصدر خير مسؤول هو هو العمل في نفسه كده. انت انت ذاكرت من مصدر اه غير مسؤول من الاخر. طب الحل ايه يا استاذ? الحل يا جماعة بلا عليكم كأولئك امور كطلاب مهما كان شرصكم على النجاح والتفوق اه بلاش نخرج عن تلاتة اربع مصادر. هم دول اقسموا بالله العظيم. وبقولها على الملك لم يخرج عنهم الانتحان. اي حاجة برا الكلام ده? صدقوني غير مسؤولة. قل تلاتة اربع مصادر دول يا جماعة. كتاب المدرسة. بالله عليكم يا جماعة اللي عايز جيب الدرجة النهائية في اي مادة يلتزم بكتاب المدرسة. تصريحات الوزارة بتقول كده. امتحانات سنوية عامة بتقول كده. نموذج الاجابة بيقول كده. دليل التقوين بيقول كده. فجماعة بلا عليكم بلاش انت ليه 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 قدامك الحل وسيبه وعايز تروح يمينا ويسارا. ليه عايز تشرق وتغرب ليه يا ليه? ده ده رغبة في ايه يعني? رغبة في الاتقان? لا ده فوضى بقى معلوماتية. وهيقدك انك تصير بقى في كل سبيل شوية. فارجع تاني كتاب المدرسة. كتاب المدرسة. كتاب المدرسة. الحاجة التانية اه امتحانات سنوية عامة. انت عندك خليك من الفين يا اخي. من الفين. لغاية دلوقتي تشوف عندي الكلمة انتحان سنوية عامة. اضرب كل سنة امتحانين. يعني بتاع حوالي ستة وعشرين امتحان. يا جماعة امتحانات كتير. امسك انتحانات سنوية عامة دي. ونموذج الاجابة بتاعهم. يكون معاك اللي بتاع المدرسة. كتاب بتاع الوزارة برضو مش بيحطوا جورنان ها? ولا بيحطوا كتاب خارجي غير مسئول. نموذج الاجابة اللي كان نازل ايام التصحيح انا بنصح. وعلى فكرة موجود عندي على موقع بنزاكر دي تكون من نموذج الاجابة. وممكن تلاقي عندي على صفحتي على الفيسبوك. لو عايز نموذج الاجابة في اللغة العربية موجود انا انا اوفره لك. اه امتحانات سنوية عامة ونموذج الاجابة بتاعهم غاية في الخطورة. لان بتجي الاسئلة بتكرر. الاسئلة بتكرر بالنص. يا معمو انت لازل تفهمه ان المنهج احترق اسئلة. يعني من كتر الاسئلة اللي فيه خلاص الممتحين نفسه بيغلب على ما يجيب سؤال جديد. فازن يا شباب ارجوكم لو سمحتو كتاب المدرسة مهم جدا امتحانات سنوية عامة وخصوصا من اول الفين لغاية الفين وتلاتاشر يعني لغاية الفترة اللي احنا في دي حوالي ستة وعشرين امتحان دور اول ودور تاني ما تهملوش دور اول ودور تاني. كمان دليل التقويم ان اتيح لك ممكن المصادر دي بالترتيب دليل التقويم على كتاب المدرسة الاول تحانة سنوية عامة التانية دليل التقويم. لدي التقويم مهم. بس ما تعتمدش على اجابات دلير التقويم. اعتمل على اجابات كتاب المدرسة برضو. لدي التقويم برضو بايه? بيجيب حاجات كده عجيبة كده بتتعرض مع كتاب المدرسة لك نموزج الاجابة زي ما كل التصريحات بتقول بينزج كده بالنص من كتاب المدرسة صاد كزا. يعني بيقول لك كده لما بنزل نموزج الاجابة يقول لك نموزج الاجابة على السؤال الفلاني كتاب المدرسة صاد كزا شوية يقول لك السطر الكام كمان في كتاب المدرسة هم ملتزمين بكده عشان ما يحصلش عشان يحصل في عدل شوية وما يحصلش فيه بلبلة والطراب ان كل واحد بقى يصحح لما نزاجه. بكتاب المدرسة تحالات سنوعة عامة دليل التقويم وان وجد. اي كتاب خارجي المصدر الرابع بقى اي كتاب خارجي ملتزم بهذا الكلام ايا كان هذا الكتاب اي كتاب خارجي ملتزم بهذا الكلام ما بيزوتش ولا بينقص وفي اجابة بتاعته بيلتزم بكتاب المدرسة. حتة دي على قد حتة بسيطة بديهية اللي ان كنتوا في وسط زحمة المعلومات وزحمة الاراء وزحمة الاقتراحات بتتوهو تتوهو فاسيبك بقى من الجرايد وسيبك بقى من اي حاجة انت بس تذاكر واتكر على الله وركز في اللي بقوله ده. واي سؤال غريب اي اهول تاني اهو اي سؤال غريب تلاقيه اعرف ان اللي حطه بيتفازلك عليك فقول له مش وقت فازلك انا مش نقصك. واي اجابة ما هيش متصقة مع كتاب المدرسة ارفضها فورا. فالوقت دي يا جماعة محتاج اه تركيز الجهود ومحتاج اه توحيد او بمعنى الاصح تصفية وتنقية الجو علشان اقدر اركز وحقق اكبر نتيجة. يبقى من ضمن اسباب القلق نشيل اسباب القلق والتوتر بتاعت الجرايد وبتاعت الامتحانات اللي جاية من بره دي وغيره. الحقيقة برضو من ضمن اسباب القلق برضو ان تبص تلاقي بقى ايه فوضى التوقعات. دي برضو ساعت بتقلق الطالب جدا. الطالب يفضلوا مماشين وراها ويعني يهيموا في كل مكان يعني. تبص تلاقي التوقعات بقى. يعني عربيت على حكاية التوقعات دي بقى. اللي ليه واللي مالوش عمال يتوقع في امتحان سنوعة عامة. مش عارف ايه? انا البلد تقريبا البلد الوحيدة اللي بتتكلم انه انت كتابت انا انا لوحد مدرس مسلا ومعروف شوية مسلا في المدينة عندنا وجيت مسلا توقعات فلان الفلاني ونزلتها وكلام اي كلام اي كلام. وتوقعات وحطتها عند بتاع الجرائد والله ممكن واحد يبع له مسلا ايه? الاف النسخ يعني عشان كلمة التوقع. الناس بتشير كلمة. المراجعة منها ايه اشتريها? التوقعات ايه التوقعات? وهو بيجيب اسئلة بس. واسئلة في المنهج. ولما تيجي يقول لها كات. اجماعة يعني ملاق عليكم. عشان ما فيش حاجة اسمها توقعات يا جماعة. في حاجة اسمها حاجات مهمة تركز عليها لانها بغالبا بيتيجي. اسمها كده دي اسمها كده حاجات مهمة بتيجي كتير لانها منصل بالمنهج. فمش كل واحد قالك دي هتيجي وتيجي بقى هو العلامة الرغيب. لأ طبعا هي حاجات اساسية. مش هنتحك على بعض وهنفضل اه نشغل الفهامة بقى وكأن كل واحد بقى ايه فاهم في الموضوع عمال بقى ايه توقع. ودي بقى فرصة بتبقى فرصة بقى للشهر على حسابك. يعني كل مدرس يقول لك ده نص الفلان اللي جاي. ده النص الفلان اللي جاي. وبعدين تعال اجي مع كده التوقعات. تعال ان اجي مع كده التوقعات يعني انت ايه مسلا في العربي مسلا. اه هتسمع فلان ده فلان فلان ده الاستاذ بقى الاستاذ بقى امبراطور اللغة العربية وسلطان النحو وامير البلاغة عارف انت اللوكتولينا بيه في مصر والالقاب الغريبة اللي عمري ما سمعت عنها في حيات دي الا في مصر بس يعني للاسف مش في العربي بس ده في الكيميا بقى وفي كل حاجات يعني في كل مواد يعني فتلاقي بقى يقول لك ايه ده الاستاذ فلاني توقع كخلا ده هو ده اللي جاي يا عم هو اللي جاي ده من ايه ده في ناس بقى بتلعب لعبة يعني اسوأ انا بس بقول لكم كل ده ليه عشان والله العظيم ده هو هو اللي بخليكو تتوتره وتقلقه لو انت خرجت ورايحت دماغك وفرقت دماغك بالكلام ده كلها تلاقيك ده مطمئن جدا بعيد عن هزا التلوث ايه بقى تلاقي بعض الناس والله العظيم انا شفت الكلام ده ويا ربي يكون بقى انقرض يعني تلاقي جاي بزرف زرف كبير زرف بتاع الجوابات ده وزرف كبير كده وجوه ورق وقف الورق ده وطبعا كزا زرف بقى حسب عدد المجموعة وكاتب على الزرف من برة سري للغاية بس اسمعوا بس عشان بس ايه حاجة علينا يعني سري للغاية ايه سري للغاية ده عامو يزعى طلاب ايه عام ده لك ده دولة النمازج المفاجأة اللي نزلتها الوزارة هو كمدرس يعني راح الوزارة بعلاقاته وبمهاراته وممكن بات يومين تلاتة قدام باب الوزارة علشان يجيب التوقع يجيب التايها بقى زي ما بقول يعني هما طبعا هما امتحنلنا لهم من اي كتاب خارجي يا جماعة ها وعمل لهم العصة دي بتحكي عن ناس بتحكي عن بيختع الناس وحطتها سري للغاية طبعا انت في حالة التوتر ديت لما تشوف الكلام ده واستزباع كبير وانت بقى يعني وانت نقش شوية من جوة لسه شوية برضو هي مش واخد بالك من الحاجات ديت فبص تصدق الكلام ده يا جماعة كل الكلام ده حطت فيه شوية كلام ولو جاء يا سلام بقى لو جيه لو جيه بس اسم نص بصوا بقى الاستاذاجة اللي احنا بعضنا فيها لو جيه اسم نص من اللي قاله في الجواب بتاع سري للغاية ده الاستاذ ده تشاهره بقى مفيش زيه يا جماعة احنا هل وصلنا لهزي الدرجة من السزاجة في التعليم فسيبك بالتوقعات دي خالص التوقعات دي كلام فارغ انا بقول لك هو كلام فارغ وضرب بالودع ولو جمعت التوقعات هتلاقي المنحة كله هتلاقي فلان استاذ فلاني قال كذا 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 ها استاذ التاني قال كذا 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 وفي التلفزيون في القناة مش عارف انيه قاله كذا كذا لكن بقى في القناة تانية قاله كذا كذا وعلى اليوم السابع قاله كذا كذا جمع بقى اجمع بقى التوقعات دي هتلاقيك اه اه يعني تشت الوقت اللي انت قضيته في جمع التوقعات الله العزم لك كنت ذكرته كان احسن وفي الان كلها كل واحد بيدرب وحسب ما بييجي يا جماعة فشباب بالله عليكم بلاش خزعبلات خلينا خلينا ناس علميين خلينا ناس مسؤولين انا انا اجدعوا الا هيجي انا اذاكر وكتوقعنا على الله واتخال بقى لو انت مسلا حد قالك ان حاجات دي جاية وملقتهاش ينعر بيض على السوق مع انك ممكن تكون مذاكر كويس مذاكر كويس جدا بس تعرف في ناس بقى ايه يعني بتاعشق هذا هذا النوع من المغامرة يعني فتبسط له لو هو بقى وداخل بقى خلاص ويقينا ان هو يلاقي وملقاش قدامه الكلام ده لقى له نص الصغران اللي جاي لقى قصة نظرة اللي جاي لا مش عارف ايه اللي جاي ساعة بتكتم توقعاتي انا ساعات يعني ساعات اقول للطلاب توقعاتي اه انا انا عارف انا انا بجرجر رجلي بس توقعاتي تعال انت عايز تسمى التوقعات تعال هقول لك واحد اتنين تلاتة اربعة ها وخمسة وستة وده وكذا وده وكذا دي توقعاتي يا ابني ايه ايه توقعي المنهج انا بس عارف ان الكلمة لها دور كبير جدا بس يا صلب المنهج مش المنهج كله طبعا انا بركز لك على الحاجات من بدل ما اقول نقاط مهمة يا جماعة اتموا بيها انتم طبعا الكلام ده ما يعني ما بيجيبش معكوا اوي يعني لأ فانقول ايه توقعاتي فبسمن نقاط مهمة هي توقعاتش ما تحكش عليك عشان ما حدش اعرف الامتحان الا الله سبحانه وتعالى والناس اللي حطوه فاي حد بيقول بعد كده بقى بتبقى صدف لدرجة يا جماعة انا ولا اعظيم يعني سمعت حكاية في التوقعات ديت عجب عجب انا سمعت مرة واحد بيقول لي استاذ ده احنا عندنا اه شيخ في البلد في البلد الله اعلم من بلد ايه مش عارف بيقول لي الرجل ده بيتوضى وبيحلم بسنوعة عامة ايه تاني كده بيتوضى وينام عشان يحلم بامتحان سنوية عامة اقسموا بالله هذا الكلام سمعتوا تخيلوا مدى حتى كمان الدجل في امتحان سنوعة عامة الرجل والي من اولياء الله الصلاحين فبيتوضى ويحلم شوف يحلم ربنا بقى بيلقي في روع الامتحان سنوعة عامة يقوم يقولوا للناس بقى طبعا دجل وشعوزة وجاهل طبعا الكلام ده ما بيبشيش بس الا في ايه الا في بعض الاماكن الامية فيها كتير يعني بصراحة يعني ومش بقول انت ام يعني انت راجل متعلم وراجل بتفهم فما تديش دماغك لحد اه فمن ضمن اسباب القلق حكاية التوقعات ده جماعة الحاجة كمان اللي بتسبب او بتزود القلق قوي عند الطلاب هي مسألة قلة النوم العكس بقى يعني ممكن الطلاب يكونوا عادي هو هادي كويس بس هو مسحوم وعايز يعمل حاجات كتيرة ويعمل اي بقى يفضل اه شغال 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 وينام ساعتين وقوم وثلاث ساعت ويقوم واربع ساعت ويقوم فهو عايز يخلص وعايز يعمل طيب كويس ماشي ده 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 مجهود ربنا يعينك اه بس النوم القليل ده حينعكس عليك في منطه الخطورة النوم الاليل اوعى تفكر اللي انت بتاخده من نومك حتوفره لا ده سجأة بسبب قلة النوم هتلاقي نفسك عصابك مشدودة جدا ما انتش عارف تحفظ كلمة كلمة انت ماشي تقاط اربعة يام شغال ومضغدغ نفسك بس جيت في وقت خلاص الدنيا قفلت معك ما انتش عارف تعمل حاجة تنينك تعملي بقى تروح لانبي الثلاثة يام ما هو الجسم بص اول ربنا سبحان تعالى مدي للمخ ومدي للجسم ده معامل امان اول ما انت تزود عليه قوي يوم يفصل عارف زي زي الكهرباء كده واللي هو بتاع الامان بتاع الكهرباء اول ما الكهرباء تزيد عن حد معانته من فاصل هو ده مقك وده جسدك هيفصل هيفصل منك ليه انت توصل نفسك لغرض ان ما تفصل ليه ليه ما نمشيش بالتوازن والتوزيع التوزيع المجهود يعني بص ما فيش حاجة تنام اقل من ست ساعات ست ساعات خمس ساعات ماشي لكن هتنزل عن كده بقى يا جماعة يعني ده حتى العبادة يا جماعة ربنا سبحان تعالى يعني ممكن لغاية نصفه ماشي ثلثه ماشي ها يعني قوم الليلة الا قليلة مش كده قليلا ده بقى قالوا اربع ساعات خمس ساعات فلازم نحافز على الاربع خمس ساعات خصوصا في سنك ده لازم تنام لان غزاء المخ النوم ده غزاء المخ المخ ده لو ما نمش حبوس لايه الدنيا بوزل ها يا جماعة الناس بقى اللي ناوية بقى ايه ليلة العشرة ايام مثلا لقبل امتحان صهران وتطبق وتنام طول النهار وتقمز مش عارف ايه طبعا بتنام طول النهار بتصلي ولا بتاكل كويس ولا بتعيش ده لما المخالية عايشة واا عاكس حياتك ماشي انت مضطر تعمل كده انا تقوم تصلي وتنام ماشي وانت ماشي وبتقف مسلا بتشدي مسلا مش عايز بس مش عايزة بس ابوز على ناز الجدوى اللي هم عاملين يعني انت بسلا لو بتشدي لك مسلا من الساعة اه سبعة تمانية بالليل غاية التاني يوم الساعة سبعة تمانية اتنشر ساعة شغلو بتبقى الوقت ده انت حابب تزاكر فيه وبتنتج فيه ماشي انا مو قلتلكش لأ بس برضو فيه صلاة لازم تصلي يا جناعة مفيش حاجة سماعها كده اه غير كده كمان اه يعني لو تعودت على كده تجي انت بقى اه بلا عليكوا اسمعوني في اللي هقولوا ده لو انت بتعود على كده انت هتمتحن الساعة كم متحن سنوية عامة بدأ الساعة كم من تسعة لاتناشر طيب انت بتعود بقالك شهر ولا اتنين بتنام في الفترة دي من تسعة لاتناشر انت نايم من تسعة اتناشر ايه ده انت من تسعة لاتناشر باللين نايم طيب انت بقى رايح امتحن سنوية عامة والجسم متعود الساعة البيولوجية لجواك ايو في حاجة اسمها الساعة البيولوجية لجواك الجسم متعود انه ينام في الفترة دي طبعا ده غلط وده مش ده من ضمن التخطيط الخاطئ اللي الطلاب ما تخدش بالها منه انا المفروض ان انا اعود نفسي ان الفترة دي بقى صحي على اقل العشرة يام اللي قبل امتحن سنوية عامة على اقل العشرة يام قبل امتحان سنوية عامة. عشان الجسم يبدأ ياخد. يا معدلله لو متعود كل يوم. انا بتكلمك على الساعة البيولوجية افهمها لك اكتر يعني. لو متعود كل يوم. اتغدى الساعة اتنين. ها? هاتين الساعة اتنين اوتوماتيك جعت. لو متعود كل يوم. انام الساعة عشرة بالليل. اتلاقي الساعة عشرة فتحت بوقك وبتاوي باعيز انام. بيولوجيا. ده الجسم بيعود. ده برمجة. برمجة عصبية كده. فانت لو سمحت ما تبقاش مبرمج لنفسك. وناسي خالص التوقيت بتاع امتحان سنوية عامة. من تسعة لاتناشر. لازم اكون في الفترة دي متعود اشتغل. ايوة متعود اشتغل. فلو سمحت خطط جيدا. خطط جيدا لامتحان سنوية عامة. الموضوع مش مذاكره بس يا شباب. الموضوع ادارة. حسن ادارة. حسن ادارة الوقت وتوقع الموقف هيبقى عامل ازاي? ومحاكاة الموقف. دي دي نقطة خطيرة جدا. محاكاة الموقف يعني يعني يا حباذة يا ريت يا جماعة يا ريت تيجي من تسعة لاتناشر تعمل تجربة مهمة التجربة دي اقتراح مني والله رائع ان شاء الله يعني. وبعمل انا مع الطلاب يعني ايه يعني تجي من الساعة تسعة تيجي كل كل يوم كده او يوم كده من تسعة لاتناشر انتحان سنوية عامة قدامك في البيت. انت عادل ساعة تسعة بدأت اللجنة قدامك ولا اعتعمة يا عامة من تعلمها سنوية عامة سابق يعني. خلاص? ويكون معك نموزج الاجابة طبعا سنديل ماما وبابا مش بتغش منه يعني وتحط امتحان سنوعامة لغة عربية قدامك انا بضرب لك مثلا بالمادت يعني تحط امتحان سنوعامة قدامك وتبدأ تحل كأنك في امتحان سنوعامة بزرط ويا ريت بقى ايه تعمل لي جول امتحان يعني انك انت بابا ماما هي المراقب وبابا رئيس الدور عارف واخوتك هم العالي اللي عمله وقلق جنب اللجنة وبتاعة وتبدأ تحاكي هذا الموقف ايوة تحاكيه طبعا اه وتبدأ تحل وشوف كده انت هتخلص كدف قد ايه تعارف انت هتتصدم صدمة في المنتهى يعني القوة اول امتحان عند اول امتحان ايه الصدمة دي بس انتخوفنا لا انا مش بخوفك لحاجة بس انا بقولك نقطة انت هتكتشفها هتتفاجئ بها يعني ايه الصدمة بقى انك انت مخلصتش الامتحان في الوقت المناسبة موضوع التعبير ممكن لو بس بس انا بتكلم على الطلاب الجد بقى الطلاب اللي هيقعد بجد وهيمثل يعني عايش في الدور يعني انه يوقف على المنتحن يعني مش هيقوم يعني فهبص اتلاقيه لموضوع التعبير خد منه وقت طويل جدا هم? وهبص اتلاقيه الممكن الاجابات خرجت عن تلات ساعات كمان اه دي اول حاجة ممكن تقع فيها الحاجة التانية اللي ممكن تقع فيها بقى انت خلصت وهو زي الفل وتكتب موضوع التعبير ايوة تكتب موضوع على اقل كل يوم تكتب لك موضوع طيب تخيل بقى انت كده بقى تطلع نموزج الاجابة ها? وتبدأ تصحل لنفسك اول مرة اول مرة بجد انت عارف الواحدة ايه? حيتربى يعني هيتربى ليه بقى? هتلاقي بقى ايه? ها? توزيع الدرجة ما نولك الناموزج الاجابة تنزله وتشوف بقى الدرجة متوزعها ازاي? هتلاقي توزيع الدرجة او انت اخت يعني كل خطأ اعمل عليه درجة. كل خطأ تقريبا بدرجة او بايه? بدرجتين كده. تقوم انت مسك الدرجات كده وموزعها. وشوف بقى الاجابات النقصة عندك قد ايه? شوف الاسئلة اللي انت نسيتها قد ايه? شوف تلاقي السؤال كان عايز حاجة وانت بتكتب في حاجة تانية قد ايه? تخيل هبص هتلاقيك في اول امتحان والله يا العظيم ممكن تكون نقصت لك بتاع عشر اخمستاشر درجة مهما ممكن تكون شاطر بس انت ما تدربتش. انت ما تدربتش ما عملتش التجربة دي. طب واستاذ يا نهاري سويد. ده انا كده عصابة بوز وجيني احباط. ده انا كده اقطع الورقة بقى اعمل لهم ايس. لا يا عم انت مش هتقطع الورقة ولا تعمل حقي حاجة. ده انت تقوم تسجد لربنا سجدة شكر كده. وانت تقوم تسجد لربنا سجدة شكر كده. ان ربنا نجانا وفاهمنا وعانا بهذه التجربة من الاخطاء دي فهتجنبها في الامتحان التاني. فانا النهاردة امتحنت من تسعة الاتناشر اهو. وشفت الدرجة ولقيتنا ملابخ الدنيا. اهو ما عامل ايه بقى? ها? من راجع بقى. لأ بقى ده انا هشمر بقى وهراجع بقى وتاني يوم بقى عارف كون عندي حماس كده. تاني يوم بقى لازم اكون ادائي احلى من اليوم الاولاني بيت معه. وزاكر ايوه دي النفسية. مش مش ان انا بضلت بقى. لا بالعكس انا الاخطائي. بعد الاخطائي. هارف الامتحان التاني هتلاقي درجتك عالة? هتلاقي اثبت واقوى واكثر ثقة في الاجابة هتلاقي الوقت بدأ يتزبط. ها? تالتة اليوم التالت اعمل كده. والله لو عملت كده في السبعة ايام الاخيرة بشرط من انا هم يعني انا مش عايز ازلقك قوي بس بقول لك يا ريت يا حبذة عشان الساعة البيولوجية بتاعتك تتزبط من تسعة الاتناشر. امتحن اللي امتحان ده في الوقت ده. وحاكي هذا الموقف. لما تعمل تحاكي الموقف ده ثلاثة اربع مرات خمس مرات. قبل ما تخش انتحان سانة وعمة سدانا هتلاقي داخل انت اصلا مرت بالتجربة ديت فتحس انك انت ايه الموضوع مألوف. ان الوقت تحت السيطرة لانك انت مجرب وعارف ان الوقت ممكن يفلت منك. ان موضوع التعبير اول مرة كنتم اكتبه في ثلاث ساعات بتحسين الاداء بقيت اكتب موضوع التعبير في نص ساعة. اه فدي فدي كلام لازم اكون متضرب عليه. ما يبقاش يا جماعة. ينفع يا جماعة يبقى اول امتحان سنوعة عامة شامل اجربه هو بتاع سنوعة عامة. يعني يعني هل يعقل ان انا داخل تجربة كبيرة زي ديت. هل يعقل ان دي يبقى اول امتحان سنوعة عامة هون امتحان الشامل اللي محطوط لي? يعني يبقى بجد ده نوع من انواع الفوضى وعدم سوق التخطيط يعني. ده سوق التخطيط. ده اللي بيعمل مسرحية يا جماعة مسرحية. او بيعمل اه حلقة في تلفزيون او برنامج او حاجة. بيتدرب. بيعمل بروفات. وبروفة مرة واتنين والمخرج يقول مرة واتنين وثلاثة واكشن تاني مرة واكشن مش بتسنعك. اكشن تاني مرة واكشن تالت مرة. اعمل انت عمج اكشن تاني مرة وتالت مرة. لغة المل مشهد يتزبط معك. انا اخطاء. فدي من ضمن الحاجات اللي اه تخليك بتضيع وقتك مش في القلق والتوتر. بتضيع وقتك في تجارب حقيقية. ودي اه نقاط مهمة للغاية. اه اخر حاجة احب اه اكد عليها وانصح بيها هي اه جوا اللجنة جمعة. جوا اللجنة بالله عليكم اوعوا اوعوا في اخطاء قاتلة. والله العظيم جوا اللجنة ده بيحصل اخطاء قاتلة. قاتلة. بمعنى كلمة قاتلة. قاتلة ايه? يعني قاتلة مستقبلك. ليه بهم? اول خطأ جوا اللجنة. الغش. الغش ده انا قعد تتكلم فيه منينة البكرة. وهتكلم كتير قوي مش هيخلص الوقت. بس انا مش عايزة طول عليكم انا بس بيقولك ايه تجنب هزيل اشياء النافط مطال الخطورة. الغش عارفيني ان هو يعني ده ادمان عند بعض الطلاب يعني. يعني حتى لو عارف عايز غش. عارف كده ايه هو بيستلزي هزا اولا الغش يا جماعة حرام. بصوا عشان بصوا بكل المقاييس هجبالي نينها جبالي شمال حتى. روح اسأل الازعر. اسأل كده خد فتوى من الازعر. هقولك الغش حرام. من غشنا فليس منا. هتقولي عن التجارة? لأ النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ بعمومه. ولا وليس بخصوصه. مش حاجة خصصة اللفظ. النبي سأصلم قال ايه? من غشنا في التجارة فليس منا? النبي سأصلم اطلقها. فمن غشنا فعلا ليس منا. وعمر من حاجة الحرام فهبرك. الحاجة الحرام عمره ما فهبرك. انت عايز تزيادة المجموع? عايز تزيادة الدراجات? والله العزيم. بحلف لك بالله. ربنا ما حيبارك لك لا في مجموعك ولا عيبارك لك في مددك. فان كنت انك انت بقى داخل تغش. او او تغشش. على فكرة الاتنين. الاتنين حرام? كنت بتغش من حد او بتغشش حد? انت في الاخر بترتكب مخالفه شرعية. وفعلا حرام يا جماعة شرعا. اا. وكمان غير شرعا. فيه نقطة خطيرة جدا الغش ده اقسم بالله بيغلط. يعني ساعات طلبة كتير جدا بيبقى حالي لصاحبه. وبسط لهيه يجي يسمع من اللي حواليه يقشط بالاجابة بتاعته ومفترض ان هو اللي غلط واللي حواليه لعبقرة وقمشط بالاجابة بتاعته كاتب الاجابة الغلط. ايه شعورك بقى لما تطلع من لجنة ها? وتعرف انك كنت كاتب صح وزملك ولي كان كاتب غلط. ايه ايه شعورك كمان اه ممكن يعمل لك مشكلة كبيرة مع المرائب ووترك. سواء بتغشش او بتغش. يعني ممكن ان واحد طالب لك اعرف بقى طلبة كده من بعد من اول لجنة يمكن فلان يا فلان يا فلان. طبعا انت اخي صاحبك بقى وحبيبك بقى او صاحبتك بقى مش عايز تطلع بقى معي يعني. فتنعم. نعم دي يقول لك تعالي. عايز بقى في اول يوم مش اندل لجنة بقى وعمله بقى فالانضباط كله بقى. يجي الانضباط كله تبقى انت كبش الفداء للانضباط بقى. تعالي اعمل لك محل رغش من حقه من حقه. فدي كارسة. دخل بقى بقى لاش يعني خلي يا سيدي انت عاد تتعايت وعاد معلش. يكفي توتر كمية توتر العصاب والرعب اللي انت عيشته. في وقت انت اصلا المفروض بتجمع طاقتك كلها علشان ربنا يكرمك. فلا ترد على حد ولا تنادي حد. استهدى بالله كده وقعد وقول اللي عندك وربنا هيكرمك ان شاء الله رب العالمين وبقولها تاني اللي بيغش زي اللي بيغشش. هيزعل مني يا استاذ لو ما غششتوش. هو حر. يزعل. اللي يزعل بالحق يطاق. اب جد يزعل بالحق يطاق. يعني بكل المقيس دنيويا غلط علي لان المراعب الواقف ده ممكن يعمل له مصيبة. خلاص كده? ودينيا غلط. يعني انت يعني تخسر اتنين. يعني يا جماعة يعني بنلاعلك وفي مقابل ايه? في مقابل الجادة. هي دي الجادة عنها? دي مش جادة عنها. والله العظيم ما هي جادة عنها. اه اخر ربع ساعة الدنيا بتفك بقى الواحدة بقى بتحصل كده يعني. او على الربع ساعة دي من اخطر الاوقات في الامتحان. لان يا ما طلبة بتغير اجابتها في الربع ساعة الاخيرة. اثبت على اجابتك. طالما انت بذاكر وبتأكد منها خلاص اثبت على اجابتك. حتى ان وجدت وجهة نظر اخرى اثبت على اجابتك. ليه? والله لو طلعت غلط. ما هو انت اشاج ما هو انت الامر محيل. يعني انت يعني مش مثلا اكتشفت ان هي فعلا انت غلط وتيقنت ان غلط. تيقنت ان غلط دي بقى يبقى انت بقى ايه يعني اعتبرها بقى ايه صدفة يعني ما اه ما هو ايه. اصد في فرق ما بين ان انا قصد غش وببص في الوقت اللي جانبي او بطلع ولا اه ده ده غش قصدا. وان انا سمعتها صدفة يعني. سمعت كلمة كلا صدفة يعني انا مش هاصل يعني. فده بقى انت مليكش زنب فيه يعني حتى شرعا انت مليكش زنب فيه. فانت لقيت ان الكلمة اللي اسمعتها صدفة دي متعارضة مع اللي انت كدب. وتيقنت فعلا افتكرت فعلا انت غلط. لأ دي بقى غيرها بقى يعني ده فعلا بقى اتغيرها اتغيرها يعني. لكن الامر محيل بقى. يعني الامر انت سمعت الكلمة وانت لأ انت بتأكد من اجابتك. لأ انا كده انا سمع بالاستاذ كده مثلا يعني مش هتزعل الاولى انها مش من حقك اصلا انت انت غلطت فيها مش من حقك ما هتزعلها لا ايه هتتحصل على ايه حاجة مش من حقك مش بتاعتك اصلا طب لو لقيت نفسك بقى انت اللي صح يا يا منتال الثقة والحمد اللي هتحمده ساعتها لربنا سبحانه وتعالى فعشان كده بقولك يا شباب الغش من اخطر الحاجات اللي ممكن تحصل في اللجنة كمحة غش اوعى الحاجة الكمان اللي بتحصل في اللجنة وممكن تعمل لك مشكلة جامدة هي القلق اللي ممكن يحصل بره اللجنة او جوه اللجنة اوعى تفكر ان انت رايح تمتحن في فندق خمس نجوم انت رايح تمتحن في مدارسة قديمة اسازها مكسر معظمنا يعني معظم مدارسنا انا بتكلم على العام يعني مدارسة قديمة اسازها مكسر ممكن تبقى حر والدكة قديمة اللي انت قاعد عليها وفاق مصمار عارف فانا عايزك تهيع نفسك انك انت ايه عارف تتكايف مع الظروف يعني انت مش رايح مكان مهيق او كده انت هتتهيق مع الظروف طب بسيبك من الحاجات المادية دي احنا بنتعودين عليها وبقى بنقضيها يعني طب بقى الهصة والقلق والخناء والشكل اه تسمع بقى اللجنة الواحد بسرخ ومش عارف يطلع بره تسمع انت الكلام ده بقى وانت تسمع الكلام ده بقى بنت بتصوت ولا اغمى عليها بتاع فضع انت تبص الكلام ده بقى ولا تسمع الكلام ده طبعا بيوترك لا 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 يا عم ده انا في مهمة اكبر من كل الهصة دي انا مالي ومالي اللي بيحصل برا اوعى تدي ودنك او فضولك تعرف ايه اللي بيحصل برا اللي بيحصل برا دي ناس يا جماعة اللي بيعملو الكلام ده ناس غير مأسئولة طلب طلب عايزين يعملوه هصة وعملو القلقة وخلاص وعايزين يغشوا بالعافية عايزين يجاوبوا بالعافية طلب ما عندهمش اه ما عندهمش نوع من الادب واللي يقم على سادزة طلاب اه واخدنا بالدراع وبالبلطجة طلاب اه مسلا انهياري هو طبعه كده انه بينهار في كل مكان فا يا جماعة وتسمع بقى ايه اه فلا تلاقي مسلا ممكن انت قاعد كده في اللاجنة تلاقي مسلا ايه ناس شايلة بنت ومغمى عنها بنت مسلا في المدرسة بناها تلاقي حاجة تلاقيهم شايلين بنت مغمى عنها كده وراحين بقى ايه وادوها عشان يفوقوه فطبعا انت انت يا بنت تبص لموقف ايه ده دي ضحية من ضحية انا عميه يعني طنشي طنشي قولي رب نعيش فيها وكملي انا 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 في مهمة مش عايز اي حاجة تخرجني براها فكونها اغمى عليها الحمد لله ان انا مغماش عليها الحمد لله انا زيد فل فمناش دعوة جامعة كل واحد له قضياته الخاصة بيه وكل واحد دي ظروفه مجايز هي تعبانة مجايز مريضة مجايز اه ظرفه طارق بالنسبة له مش شرط انا انا مليش دعوة اه انا حاجة وهي حاجة تانية برضو تبص انت اسمعين بقى في مدرسة السبيان بقى فلان رمى نفسه بالدور التاني فلان مش عارف ايه كل كل دي احتمالات لان انا بتكلم عن مستوى الجمهورية فدي كل دي احتمالات موجودة في مدرس مصر فما تتفكروش ان انت راحين مكان بقى موفر لنا كل حاجة لا ده انا رايح وعارف ان فيه ممكن عقبات كتير اتقابلني منها الفوضى منها بعض الانفلات منها بعض الخناء من الكلام ده كله ما يقصرش عليه وعارف لما انت يكون عندك فكرة ان الكلام ده ممكن يحصل لما يحصل ما تتفاجئش بيه بقى تبقى انت كده في الامان عمان اسمعته وستاذ سامي قال لي الكلام ده يحصل شغال شغال توقع الامر يجعلك تتفادى فشباب انا بحافظ على درجة بكل ما استطيع يعني انا بدي لك والله خبرت كل ما رأيت وكل ما سمعت في هذا المجال وهذا بطريق الطويل الجميل اللي انا ماشي بنقل لك كل ما قد يؤثر على اجابتك سواء جوة اللجنة او برا اللجنة قبل اللجنة بشوية قبل اللجنة بشوية دي هتبصت لقي نفسك عارف بقى لقاك ناجف ومش مصدق بقى للمتحان اه حيجيلك اه من الناس عادية يعني انت بتخيل ان الكائنات فضائية كده هتغبط من السماء تحط لك امتحان لغاية ما نتأكد ان هم بشروا الامتحان ده طبيعي ومجاي من اللي انت همذكره هتبدأ عارف اول لاس عادية بتعدي خلاص بقى انت عارف اعرف من ايام الامتحانات انت بشي تبقى متوتر كده قبلها يعني قبل الامتحانات انت بتبقى متوتر اكتر من ايام الامتحانات والله يا العزيزة ما بقول لك كده عارف انت بقول لك ايه واقع البلاء ولا انتظاره ساعد الواحدة ما يبقى منتظر كده ومتخيل الحاجة عمال بقى ايه يعني الوهم عمال يجيبه يمين ويجيبه شمال الغد بقى ما ايه ما يلاقى نفسه قدام الورقة ويلاقى نفسه شغال وبيسمع والحاجة جات من اسئله وعارف هيبدأ انه يفرح فرحة كبيرة بقى زعيتها وصدقني في فرحة كده اسناء الاجابة ربنا بس ايه يفرحنا جميعا يا رب ان شاء الله بإذن الله حكاية النسيان دي بقى اللي يقول لك انا ناسي كل حاجة يا عم ما تخافشي يا عم ما تخافشي النسيان ده كل كل الدنيا بتحس انها ناسية ده نسيان في نوعين من النسيان يا شباب في نسيان مؤقت وفي نسيان حقيقي النسيان المؤقت ده نتيجة التوتر نتيجة الضغط نتيجة لا لا لكن اول ما تتحط الورقة قدامك هتفتكر هتفتكر ده نوع من التفكير الاضطراري الانسان ربنا صحيح وتعالى مديله مديله حاجات يعني مديله قدرات للدفاع عن نفسه فانت لما تحس انك انت لها هجيبها لا 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 هجيبها هجيبها يعني ان شاء الله طبعا وبتيجي وعارف لما تلاقي نفسك ناسي حاجة سيبها شوية هتلاك ممكن تفتكر يعني انت لقيت سؤال مثلا نقطة الف او نقطة بيه مسلا لقيت انك انت مسلا ايه ناس النقطة دي متفضلش بقى روبعي ساعة واقف قصد النقطة دي عشان تفتكرها ولا نص ساعة ومش راضي تحل الباقي يا عم حل الباقي الاول بس ما تنساش النقطة دي سيبها واسيب لها مكان فاضي تمام وابدع حل انطلق شوية كده عارفوا انت بتحل اه انت تكرتها وتقوم راجع للا ايه راجع للنقطة دي اهم حاجة ما تنساش يعني انت هتسيب مكان ها فاضي ما ترحش بقى اهل في الورقة وتقول له خد وتطع لبرة بتاعتقول لسيت السؤال كله لأ يبقى ايز ان الشباب تراجع تاني ودي نقطة مهمة جدا انت وانت بتحل الاسئلة بتاعتك ورقة الاسئلة زي التعامل معا ان اي حاجة جماعة تقوم عامل عليها بالرصاص كده اه بالرصاص كده يدوبك صحي كده انك حلتها اه وساعات السؤال يبقى كزا جزء فانتبه للقضية دي خطيرة جدا الامتحال بيبقى كزا جزء يا جماعة فانتبه ان اعنا اه دي عملتها وبص فرد ايجابة اه عملتها وساعات انتم بيقى ما في تملكوا حاجة بيجابوا حاجة تانية يعني دي 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 حتت كده بقى توفقنا بالله بقى ان شاء الله ربنا يوفقنا كده بقى وايه وينجينا من كل هذي الاخطاء بازن الله رب العالمين فزي ما قلتلكم ما تخافش من النسيان عشان النسيان ده كل لو لو النسيان ده حقيقي كانش حد امتحال ولا حد نجاح كل الناس لما بتجي تجي امتحال حسنه ناس كل حاجة فما تخافش ما تخافش طنش طنش ان شاء الله ربنا ايفكرك فاللهم اذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين بعد اللجنة شوف انا كلمتك قبل اللجنة ها وبعد اللجنة بعد اللجنة بقى لو سمحت ما ترجعش مع اي حد كلام ده في غاية الخطورة انت طلعت من اللجنة تبصت لك انت حلت ووصلت الحمد لله انت مبسوط يعني تبصت لك الطلبة جنبك حلين حاجة تانية تبدأ انت بقى ايه احارفي يحصل لك حالة انهيار ليه انت حسيت خلاص الدنيا بقى ده انت خلاص سلمت الورقة كمان يعني ما فيش ده انت لو قبل كده هتقولها اذاكر لكن ده انت خلاص سلمت الورقة ما ترجعش الا مع استاذ بيفهم مع او انتظر نموذج اجابة وانا ان شاء الله حسما للقضية دي بازن الله وعيدكم اني بعد انت حان سنوعة عامة يعني في خلال اربعة واشتين ساعة وفي خلال نشر ساعة بالكتير بالكتير ان شاء الله ربنا يقدرني بس واحطي لك نموذج اجابة على الموقع وعلى صفحيته على الفيسبوك علشان انت بقى انت مطمئن لان انا عارف مهما قلت انك مش هتراجع هتلاقي بقى عايز تراجع بالذات اول مادة دي بالذات طلبوا يحصلين يقول لك انا مش هراجع انا انا مبراجعش وبصلي برضو عنده فضول عايز يعرف الصح من الخطأ فلو سمحت مجيش تراجع مع زميلك يعني زميلك ده زي وزيك زي وزيك اه يقول لك ممكن بقى زيولك ده والله الاستاذ قال لي فولي اه كذا 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 ممكن استاذ ده مفديش سنوعة اصلا ولا ممكن استاذ له عربية اه بس ممكن استاذ احدادي مع احترامي لي او ممكن يكون هو يعني ايه استاذ مالوش في المنعج اوي فبيجاوب جوابها انطباعية فمش كل كلمة هتصدقها انت لازم تروح لمصدر موسوق منه وتتأكد ان الاجابة دي صح او الاجابة دي خطأ فيا شباب لو سمحتوا بعد اللجنة ده بيأثر على المواد اللي بعدها يعني انا مش عايزك تطلع بقى وايه وفكر ان الدنيا بغزت بقى وخلاص وانهارت بقى وانت غير طلق غلطة ولا اتنين يبقى خلاص الدنيا نهارت يا جماعة لا 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 الكلام ده مش صح اه مش مجرد انك غلطت غلطة ولا اتنين وفعلا انت اكدت انهم غلط دي ده ما 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 طريتش ما هو ما هو الناس كلها بتغلط فشباب لو سمحتم اه حافز اوي وتوقع حافز اوي على نفسك وعلى على قوتك النفسية وتوقع بعض المعوقات اللي ممكن تحصل لك وحاول تتجنبها وديني هو نصحتك وقلتلك على بعض المشاكل اللي ممكن تقابلها والكلام ده انا عارف ان يمكن يكون خد منك وقت شوية اللي انت سمعتين يعني وعادت قدام الفيديو ده مشكورا سمعتين يعني بس يصدقني الكلام لو عادت قدامي ساعة ولا اكتر في هذا الكلام انا شايف باحساسي وبخبرتي انه كلام مهم جدا وفارق جدا جدا ويا ما ناس كتيرة للأسف الشديد اه وقعت في سنوية عامة اه سابقا بسبب انهما كانوا فاكرين انه موضوع علمي ومس لا جماعة الموضوع علمي نجاح والتفوق عايز جانب علمي وجانب روحي وجانب مادي اختم بهذا الكلام بقى انت الجانب العلمي انك تذاكر انك تمتحن انك اه تجرب نفسك وتعالج اخطائك اول باول انك متسيبش حاجة في المنهج انك متجريش ورا توقعات ده جانب علمي الجانب الجانب المادي انك تنام كويس وتاكل كويس ده ده حاجتين مهمين جدا انا مش حسافر اه اسوان اه لو انا مسلا يعني في شمال اديلت عشان لو انا في 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 المنصورة مسلا مش هسافر اسوان بعربان فاش منزين مش تحيل مش هاوصل مش هادر امشي البلد اللي جنبنا عشان اروحها يعني فجماعة لازم الاكل الاكل قدر الامكان اه افلى معاك اوي الاكل خد بص سوائل اه السكريات مهمة كلام ده مش مش كلام هيسة كده لا لا بالعكس السكريات والفسفوريات مهمة اوي فالحاجات دي النصائح التغذية السليمة وانا مليش في التغذية اوي بس بنبه بعض الطلاب لهذه النقطة نقطة التغذية مهمة جدا يعني فديت الجانب المادي الجانب العلمي زي ما قلناه انك انت تذكر كويس وتعمل عليك الجانب الروح بقى وده جانب مهم للغاية يا معا بص امن يجيبه المضطرة اذا دعاه ويكشف السوق بص ما فيش حد مضطر زيك الايام دي يعني انت مضطر ودخل امتحان انت حسس ان امتحان كبير جدا ووفق على امتحان كبير ربنا يوفقك فيه وان شاء الله تحقق اهدافك ولكن الله اكبر يا اخي ان كان الامتحان كبير الله اكبر يا اخي انت بتقول في الصلاة تقريبا تسعين مرة في اليوم الله اكبر يعني انت لو لو عندك مثلا خمس فروض بسبعتاشر ركعة في كل ركعة بتقول خمس مرات الله اكبر في القيام والركوع والسجود وغيره وزائد خمس تجبيلات احرام حسب لهم تقريبا لهم تسعين مرة بتقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر من الامتحان الله اكبر من المرائب الله اكبر من سنوات عامة الله اكبر من الدنيا واللي فيها يا اخي يا عم سيبك دسوات عامة يعني خلي الجرعة يعني هم لو شالوا كلمة سنوعة عامة بس هتحلوا والله العظيمة بزايل فل يعني فلذلك يا شباب الله اكبر دي مهم جدا اه ان احنا نحققها مش كل ما نقولها يعني فالجانب الروح مهم انك انك تعرف ان ربنا كبير وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء مساعدت وبلاش بقى حتة ايه اه استاذ وانا انا بقى مكسوف من ربنا مش هادعي بقى انا مكسوف من ربنا مكسوف من ربنا زي يعني يا ربنا ده سبحانه الله يعني ده ربنا بيقول لك مهما كان عندك ومهما كانت زنوبك تعالى ده هو عايزك ده هو وقت الشدة ده بيبعو خليك تمر بيه عشان يقول تقول يا رب تقول انت تجي لما هو عايزك تقول يا رب تقول لا انا مكسوف اصلا احا عبد ربنا ايام الانتحانات بس انت عبده ايام الانتحانات بس انت عبده ايام الانتحانات بس ملك شد حامة هتلاقيك والله العظيم ما حتسيبه بعد كده ده هو ربنا كريم وربنا جميل وربنا رحيم وربنا ودود وربنا طيب فربنا الطيب السيد الجميل الودود فقول كده يا رب هتلاقيه هتلاقيه معاك والله العظيم هتلاقيه معاك وهتلاقيه بيطمن قلبك وهتلاقيه بيفكرك وهتلاقيه بيسر لك الامور وهتلاقيه هو عايزك تقول يا رب سبحانه وتعالى فشباب نحرس على العبادة ونقول يا رب وبلاش الشيطان يخرجنا من اه ان احنا هنجي نقول في وقت الشدة يا رب ايوة هو ربنا عايزك المهم بعد الشدة ما تلعبش بديلك بقى يعني موم من ربنا يكرمك ويجود عليك ما يبقاش بقى انت عملت زي اللي رجبه سقفينا في وسط البحر وقال يا رب نجينا للبر ولما نجيهم للبر اه يا اما اشركوا يا اما فسقوا لأ انت التجربة ان هي ما بعد ما ربنا سققوا ربنا هيديلك طالما هيصدر لك الدعاء سدين هيصدر لك الاجابة دايما فهتلاقي انك انت اه ان شاء الله رب العالمين ربنا وفقك بازن الله رب العالمين واختم اه بكلام الدكتور العظيم اه ابراهيم الفئي بيقولك احنا عندنا عقلين يا جماعة عقل تحليلي وعقل عاطفي العقل التحليلي هو العقل المسئول عن المنطق والحسابات والكلام ده كله العقل العاطفي هو العقل الحماسي العقل ودولي اتنين مهمين على فكرة العقل التحليلي مهم علشان اقدر اخد قراراتي واحسب حساباتي بطريقة صحيحة والعقل العاطفي مهم علشان احس بتعمل حياة وتحمس كده وبعندي مشاعر حلوة لكن خطورة العقل العاطفي لو طغى يعني انت ساعات ممكن تكون داخل اللجنة وعادي مشكلة خالص وفجأة تلاقي الدنيا بقى ايه بدأت بقى اه نوع من من الخوف ونوع من جفاف الريق ونوع من انك انت مش عارف بقى وعارف الدنيا بازت معاك بقى تعمل ايه بقى عشان تطلع من العقل كده بقى العقل العاطفي اللي سيطر طب اعمل ايه عشان ارجع تاني للعقل التحليلي المنطقي دكتور مرهيم بقول لك اعمل حاجة بسيطة اوه اكتب اسمك نعم اه شغل العقل التحليلي باي حاجة اضرب خمسين في سبعين على تلاتين مثلا ايه بقى عامل كده ايه حاجة مش بطلوبة اصلا انا امتاح العربي بس اعملها بس ليه بقى عارف انت كده بتعمل ايه انت كده بترجع تاني كان العقل التحليلي المنطقي ده بطل فانت عارف زي العرباء اللي بطلت فانت بتعمل اي حاجة منطقية الكلام ده مش كلام يا جماعة الكلام ده الكلام خبراء فانت بتعمل اي حاجة منطقية تقوم تشغل تاني العقل التحليلي المنطقي يبدأ يسيطر على العقل الايه شباب العقل الانفعالي فدي مقولة اه حلوة اوي تناسب اه امتحادات وتناسب التوتر وتناسب الالأ فيا يا رب يا رب يهدينا ويشرح صدرنا ويطمن قلوبنا ويصلح حلنا ويسدد اجابتنا ويذكرنا ما نسينا ويعلمنا ما جهنة ويزيدنا علما نختم بهذه الابيات الشعرية الجميلة عبدالله ابن ابي رواحة رضي الله عنه كان بيقول ايه اللهم لولا انت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لقينا انت ممكن تشين كلمة الاقدام وتحطة الاقلام وثبت الاقلام ان لقينا فاللهما ثبتنا وزدنا علما وذكرنا ما نسينا وانزل سكينة في قلوبنا وطمئننا يا ربي فلا تطمئن القلوب الا بك سبحانك يا ربي وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك ونشهد ان لا اله الا انت نشهد ان محمدا عبدك ورسولك حبيب الطلاب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وادع لكم بالثبات وبالتوفيق وما توفيقنا الا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة